السلام عليكم شابس انا اقول ان شاء الله ده اخر درس عندنا في الملهج هنحله من المعاصر وبعد كده ان شاء الله مراجعات وحل الامتحانات مع بعض ان شاء الله قال لك when the object is projected vertical upward which was following physical quantity equal zero at maximum height طبعا دي عارفينها من التمع لاني النهائي للسبيد الاكسيشن اللي هي كده كده الجي الattraction force الweight كده كده ثابت الpotential energy دي بتبقى maximum فوق مش zero opposite figure basketball player throw a pole upward what happened to each of the kinetic and the potential of the pole when it rises upward respectively بالترتيب وهي طالعه لفوق ال kinetic energy اللي بحصل لها بتقل والpotential energy اللي بحصل لها بتزيد فالاجابة b طبعا ال kinetic بيتقل عشان السرعة بتقل والpotential بيزيد عشان height بيزيد when object throw vertical upward and return back to the point of projection طلعت لفوق ورجعت لنفس النقطة اللي ترمت منها mechanical energy مش بتتغير طول ما هي طلعة وهي نزلة لان الميكانيكا الانيرجي كانت اكوى للpotential بلاسك كينيتك وكانت رقم ثابت اكوى للpotential بلاسك كينيتك ورقم ثابت in the opposite figure a pole slide down inclined frictionless surface during sliding السرعة بتاعتها ايه اللي بيحصل لها اكيد بتزيد طب هل بتزيد بيونيفورم ريت ولا بنون يونيفورم ريت يعني بتزيدوا معاها acceleration سابتة والاكسيشن مش سابتة لا الاكسيشن سابتة يبقى اول واحد الكينيتك انرجي بالتالي هي كمان بتانكريز when engineer designed the path of roller coaster اللي هو القطر مو ترين في amusement park هي designed the first hill to be heist يعني القطر الاول بيطلع يطلع 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 انت بقى بيقعد ايه اتشقل بالشقل ابنت انت بشوفها دي كلها فبيقولك ان اول hill دي بتبقى هي maximum ليه؟ عشان اخزن في اكبر potential energy اللي وانت نازل هتتحول فيلوستيا يعني هنا هي maximum potential energy والpotential energy بقى والقطر نازل هتحول ايه كينيتك فتزود سرعته اوز اتفجر كينيتك انرجي وفمان has its maximum value امتى اكيد اما نزل تحت اما الpotential energy اللي كانت عنده فتو دي كلها اتحولت له كينيتك انرجي ففور لانه وانت نازل السرعة بزيد فالكينيتك تزيد اوز اتفجر شو سيمبل بندرم ويل سوينجنج ايه اللي بيحصل كينيتك انرجي ماكسوم عندي سي لا ده عندي سي الفيلوستي بزيرو والكينيتك بزيرو هي وإيه كمان فدي ما تنفعش ميكانيكا الانرجي عنده اكبر من بي ميكانيكا الانرجي ده رقم ثابت الpotential الانرجي عند ايه مكسوم اه بالضبط كده الpotential الانرجي عند سي اكبر من ايه لا هما الاثنين ادى بعض مكسوم بيتينشال انرجي الاشيو بتول ميكانيكا الانرجي انزل اوبجيكا فيرتكالي افورد وبوتانشال Task عند ماكسوم هايت هو الميكانيكا الانرجي ثابتة وميكانيكا الانرجي اكوال البوتانشال عند ماكسوم هايت قصلا يعني mechanical energy equal potential عند maximum height وequal kinetic energy لما يرجع تاني ground فكده الرشي بتاعتهم one to one عشان هما نفس الحاجة object thrown vertically upward with velocity 40 potential energy عند maximum height كانت 4000 طبعا potential energy عند maximum height دي اللي هي الميكانيكال اللي لسه يدين هي potential عند maximum height وهي الكانيتك عند ايه عند ground عايز الماس بتاعه في كام طيب احنا هنستخدم طالما معانا الفلسطي هنستخدم ان الكانيتك انرجي عند ground كانت ب4000 وكان قانونها half الماس وحنا معانا الفلسطي تحت هنعملها V power 2 هتطلع الاجابة خمسة كيلو جرام وبذا تفجر شو باضي الماس بتاعه 10 كيلو جرام free fall mechanical energy عند point B كان بـ 100 يبقى الكونياتك انرجي عند نقطة A بكامل هي mechanical energy هتفضل ب800 سبت يعني عند point A mechanical energy كانت equal potential energy براس الكونياتك انرجي الميكانيكال دي كانت ب800 الكونياتك انرجي ممكن نحسيبها من MGH الماس بـ 10 والجي بـ 10 والهايب بـ 2 والكينياتك انرجي نحسيبها او نحطها كاملة هتطلع لك الكينياتك انرجي بكامل هتطلع ب600 بادي الماس بتاعه هتطلع لك كيلو جرام فري فول فروم ريست عند 100 متر mechanical energy after covering 20 متر فروم زا بيجيني بكامل هتطلع لك كاملة mechanical energy ثابتة كده كده طب احسي mechanical energy من احسيبها من potential energy عند maximum height يعني الماس في الـ g في الـ H تطلع لك 500 جولي بادي الميكانيكا لفوق اللي هي الميكانيكا لتحت اللي هي الميكانيكا لفي النص في اي حتة opposite figure الـ object الماس بتاعه 12 كيلو جرام begins free fall from rest من certain height mechanical energy في الميد بوينت كان 52 عايز يعرف الـ speed بكامل الميكانيكا كده كده رقم ثابت عايز يعرف الـ speed اما خبط في الـ ground طب mechanical energy كانت equal kinetic energy عند الـ ground يعني half mv square يعني هذه 150 equal half في 12 في الفلوستي square هتطلع الفلوستي 500 per second الماس بـ 0.2 كيلو جرام projected vertical upward بفلوستي 20 عايز يعرف maximum height احنا قلنا هنساوي half g لا مش half g تعال نكتبه بالراحة احنا قلنا هنساوي potential energy عند maximum height بالقاونت 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 يعني mgh maximum وهنا half mv square والـ m تروح مع m الـ g 10 maximum height نكتبه 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 bar 2 هتطلع لك الاجابة 20 متر عايز الـ g 10 متر 10 متر يعني هو كده موجود في النص طيب يعني kinetic energy عند الحتة دي كانت نص kinetic energy عند ground يعني دي half mv square ودي half في half mv square الماس يروح مع الماس والـ half دي تروح مع الـ half دي الفلوس تي دي اللي احنا عايزين ودي half الفلوس square اللي هي 20 square هتطلع لك الاجابة 14 point 14 opposite graph present relation between kinetic energy of the body full from height 10 meters above the ground and square velocity عايز يعرف potential energy عند height 2 متر بكام طب أنا الجراف ده سفاد منه ايه يعني انا kinetic energy equal half mv square لو حطيت kinetic energy برمية ودي half ودي m وساعتها هنحط velocity square 200 يبقى انا كده جبت الماز ب4 كيلو جرام هو عايز potential energy اللي هو كان قانونها mgh الماز بربعة والجي بتن والهاي باثنين هتطلع الاجابة ب80 جول body projected vertical upward from point طب the ground نسو ذات الفلوس تي ريتش زيرو عند height 80 يعني ده maximum height كده انا عرفت ان التمانية متر دي ان ده potential وهو mechanical energy لان potential equal mechanical عند maximum height عايز يعرف الماس طيب مبدأ ان potential energy اللي 240 كانت equal m ده g في h لو عملت دي شفت سول فيطلع لك 3 kg عايز kinetic energy عند ارتفاع 6 عند ارتفاع 6 كان potential energy طيب potential energy ان نقول الwork دم بيبقى الpotential اما الحاجة تترفع فوق الارض فدي الماس ب50 وال g ب9.8 وال height ب20 هتطلع الاجابة 9800 box full from worker at that height speed which hits the ground قلنا هنساوي mgh عند maximum height به mv square عند ground وشيل الام مع الام g 9.8 وال height 20 ودي half ودي v square هتطلع الvelocity 19.8 object الماس بتاعته m وbegin to free fall from certain height velocity at mid point of the distance between initial position and ground كان v عايز يعرف الميكانيكا الانرجي بكام طيب عند mid point kinectic energy half mv square طيب وعند mid point potential energy كانت يتعد kinectic يعني mechanical equal الاثنين من kinectic عند mid point يعني اثنين multiply half mv square هتطلع لك mv square لان اثنين في half point body begin free fall from height h above the ground if the opposite graph represent relation between physical quantity y for the body and distance d covered by the body from point of begin d يعني المسافة اللي هو مشيها d وبعد شوية المسافة اللي هو مشيها d فكان المسافة دي كل ما تزيد في حاجة اسمها y بتزيد معاه ايه هي y دي اكيد مش potential لان potential كان بتتقاس من هنا ف height L ف potential L يبقى عكس وكان مين كان kinectic energy طب لما اخترت الاثبيد عشان two body mass بتاع first three times المسافة بتاع second يعني mass الاولاني 3 مرات من mass الثاني يعني ده 3 وده 1 بجانب free fall same instant from different height first body free fall من height tilt height بتاع second يعني height بتاع الاولاني tilt height بتاع second camp 1 ratio between kinetic energy first body وكانت kinetic energy second body اما وصل ground هي kinetic energy عند ground يعني kinetic energy 1 على kinetic energy 2 عند ground هي هي potential energy بتاع 1 فوق على potential energy بتاع 2 فوق potential energy m g h m g h شير g g mass الاولاني ب3 mass التاني 1 height الاولاني بتالت والتاني 1 هتطلع الاجابة 1 over 1 اوزت figure show body that full from top of building مسافة 3 d عايز يعرف ايه صح هل potential energy and x equal kinetic energy عند y لا مفروض equal عند k طيب هل potential energy عند y اكبر من kinetic energy عند k potential عند y اكبر من kinetic عند k لا kinetic عند k دي كانت mechanical ده كان اكبر رقم kinetic عند z equal potential and y kinetic and z equal potential and y a potential and x اكبر اكبر من اكبر k اكبر حاجة مفيش حاجة اكبر منها off the graph present variation of some physical quantity of body z projected vertical upward و اعيز quantity اللي كانت a و b a كانت حاجة عملة تزيد مع الوقت وبعد كده بدأت تقل فدي كده potential energy عكس kinetic energy كانت بتقل مع الوقت وبعد كده بتزيد فهي الاجابة الاولانية variation of mechanical energy هيبقى عمل ازاي لأ mechanical energy هيبقى رقم ثابت ولازم يبقى kinetic والpotential فوق خالص مش في النص كده يعني النقطة دي كانت potential عند maximum height ودي كانت kinetic عند ground فلازم يبقى يبقى الدهم يبقى الجراف اللي فوق simple bend drum has moved from point A to B while oscillating as shown as a figure عايز يعرف الاسبيد عند نقطة B كام هي النقطة دي بنسميها ground فدي عندها kinetic energy اكبر حاجة اللي هي كانت mechanical mechanical اللي نسميها mechanical عند A بالنسبة لB عنده potential energy وعنده kinetic energy طيب mechanical او اللي هي kinetic هنا كانت half mv square والpotential mgh والkynetic half mv square اشتبو الماس مع الماس مع الماس الجي 9.8 وعنده الهيط 10 سنتي الهيط 0.1 وهدي half تاني في الفيروس square هتطلع لك الفيروس t 2.1 maximum maximum height rich ساعتها هنطبق n mgh عند maximum height half mv square تحت واشتبو الماس مع الماس الجي 9.8 وعدي maximum height وعدي half وعدي mv roller coaster car started motion from rest at point a move frictionless rail as showing the figure عايز الاسبيد عند point b ب كام طبعا الميكانيكال هنا أد الميكانيكال هنا صح طيب وما انه هنا start فالميكانيكال أد potential لكن هنا كان في potential وفي kinetic هو عايز يعرف الاسبيد عند b ممكن اجي اقول ان m g h عند 8 m g h عند 3 m plus half m v square عند 3 m وما س روح مع ما س واد g واد height واد g ثاني واد height بس مرة دي 3 plus half v square هتطلع لك v 10 واحد تاني يقول لي بص معلم انا هاقص لك 3 متر اللي تحت دي فبقادي maximum height 5 متر ودي كان عند ground وامي سوي لي على طول half m v square عند ground m g h عند maximum height واد 10 بس حط maximum height بخمسة واد half v square هتطلع له نفس الاجابة بخمسة اوز اوز اتفجر static body الماث بتاعه 1 kg سلايد smooth curved path starting from point x الاسبيد عند y بكام هو x و dy الفرق بين هم هو الفرق ما بين الثمانية وال7 point five والتن اللي هو 1 point two five متر ممكن نعمل ها زي المساء اللي فاتت انه دي دي maximum height فدي mechanical يعني potential هنا add kinetic لو اعتبرت ان دي ground او هتعمل برضو البوتنشال هنا وهنا تعملي kinetic brass potential اللي اتنين واحد تعال هنعمل السهلة الاول يعني هاعتبر ان البوتنشال mgh equal half mv square الماس راح مع الماس g من دي انا بتن الهايت احط 1 وربع بس ودي half وعايزين هتطلع بخمسة body rich عند point z speed 7 عايز يعرف الهايت بكام لو برضو قلنا ادي g ودي الهايت عايزينه ودي half في 7 square هتطلع لك الهايت 2.45 بس احنا ساعتها منتكلم على الهايت 2.45 مينس من 10 هتطلع لك 7.55 opposite the object الماس بتاعه 4 kg undergo free fall from height 20 fills the blank cells in the following table the displacement following of falling point of potential energy velocity kinetic mechanical طيب بالراحة كده اول حاجة the displacement zero 20 يعني هو لسه عن ضغط 20 البوتنشا energy بكم احسب mgh mass في g في height هيتطلعه 800 200 عايزين نحس في 800 لا مفيش كانتك مفيش mechanical 800 كده mechanical هتفضل معك 800 للنهاية هنا ما كانتك ب800 يبقى خلاص وصلنا للأرض فالبوتنشا بقى ويبقى كده هو 20 متر عايز تحسب في 800 ساوي 800 دي ب half في m في v square هتطلع لك الفلوس t 20 كمل الباقي زي ما متعودين body has projected vertically upward u has got 3 graph a b c h of the max change of some physical quantity مع height from the ground potential energy مع height بيزيد يبقى دي العلاقة بينهم الى c kinetic energy b كانت بتقل يبقى العلاقة a الميكانيكا الانرجي ثابتة يبقى العلاقة b when rollercoaster car slide from maximum height speed will gradually increase عشان stored potential energy في car عند maximum height هتتحول هتبقى converted into kinetic energy والعربية بت slide down من maximum height opposite figure shows spring that elongated ممطوط مشدود before safe what happened with this force vanish spring هيرترن back للrest position بتاعه elongation due to this force عملة حاجة لو كنت فاكرها كده اسمها elastic potential energy stored in it it will converted into kinetic energy تلت vanish لما يرجع تاني عند الرست object opposite represent variation of two different form of energy body كان mass بتاعه 10 kg with respect to the height from the ground or above the ground when projected vertically upward to reach maximum height 20 which is the two line represent potential potential كان بتزيد يبقى هي a ومن kinetic بتقل هي b طيب calculate the value of potential energy kinetic energy عند point a b c هنا عند نقط a d عند ground لسه صح احنا قلنا ده potential energy فخلاص بزيرو طيب والكاينيتيك قد mechanical تعال نحسبه يا عم ممكن اروح احسن mechanical ان هو potential عند maximum height يعني اجا اقول ان هو m g h يعني 10 10 20 20 هي 2000 جول طيب عايز ايه تاني النقطة دي العكس النقطة دي kinetic energy هو اللي بزيرو والpotential energy هيبقى mechanical energy هيبقى 2000 جول نقطة دي في midpoint فكل هايبقى 1000 potential 1000 والcohentic 1000 بس كده mechanical بكم 2000 عايز الاسبيد عند نقطة a b c عند نقطة a الاسبيد بزيرو عند نقطة a maximum speed فانا ممكن ناجي اقول kinetic energy equal half mv square يعني 2000 equal half الماس ب10 نحسب الوصول الوصول هتبقى عند الـ 20 متر بس طبعا فوق kinetic بزيرو الميكانيكل حسبناها ب2000 الماس half kg projected vertically upward ثلاثة velocity 3 عند 4 دي كده مش maximum height عايز work done by the object against force of gravity يعني عايز work done و work done في الحلقة دي هي mechanical energy يعني potential plastic kinetic طب potential نجيبها منين mgh الماس half 10 والجيب 10 والhype 4 والكينيتيك half في الماس في الـ velocity square هتطلع 22 و quarter اوزت figure to identical ball x y descend together from point a over incline a b و 1 2 ac which of the following sentences describe what happened to the ball عند point b c مبدأ كده هي كورتين عندهم نفس potential energy فالاتنين عندهم نفس kinetic energy اما يوصلوا ground لان potential energy فوق هي mechanical اللي هما هيوصلوا ground فالسرعتين هيبو equal بس b غلط الـ speed مش اكبر واللاتنين مش هيوصلوا مع بعض y مش هتوصل الاول x هي هتوصل الاول ركز في السؤال ده كده opposite figure شو pass of skater الماس بتاعه 80 kg skate from rest من top of hill على 20 if the pass from a to b كان smooth لكن من c كان rough يعني فيه friction force عايز friction force دي بكامل طيب هو جيه هنا لحد هنا potential energy فوق هيتحول kinetic energy تحت و هيدينينا friction لحد ما سرعته تسطوب هنا طيب kinetic energy اللي هي قد potential كانت mgh الماس ب80 والجيب 10 والهيد ب20 يعني هيتلع لنا 16000 جول 16000 جول دول هما اللي هيتحولوا دلوقتي لwork للfriction يعني الفورس في الـ الwork هي اللي هتتحول دلوقتي تبقى بكام طيب 16000 جول طيب هو قال لي displacement من LB خمسة يعني دي force في خمسة صحيحة متضايقة شوية نكتبها كويس عشان ما تزعلش هيتلع لك الفriction ب3,000 ومتين بس لازم يبقى بالنجاتيف عشان بيعكس اتجاه الحركة opposite figure show child الماس بتاعه 25 kg slide down from rest at point a it's if it's speed عند point b كانت 6 عايز يعرف اللص في mechanical energy due friction كانت d هي potential energy فوق كانت m g 9.8 في height و kinetic energy تحت كانت half في نفس الماس في velocity بار طول 6 بار طول المفروض ان الاثنين دول يطلع عد بعض مش هيتلا عد بعض فر عم التون minus يبقى انت كده جبت اللص في mechanical energy هيتلا عولك 530 بعد ما طبع نص ما يعلم يبقى كده كان فيه force دول 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 ام ان شا الى تحلي لن حل اibt تحلي افضل او سو اجت و السلام عليكم عمل